السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 12 ثمانية 12 أب أغسطس القمر موجود في برج السرطان انتقل واستقر في برج السرطان من منتصف الليل أو قبل منتصف الليل بشوي من منتصف الليل الجمعة على السبت رح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 10 أو 36 دقيقة من صباح يوم الاثنين الأجواء جيدة وداعمة فعشان هيك إن شاء الله نكون في أشياء إيجابية القمر موجود في برج السرطان عشان هيك بنشعر بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الأمان إننا ولا أحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير جدا لالتهم الكثير من الطعام يعني اللي بعمل دايت اليوم بخربه علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو الاهتمام بمسائل العقارات زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي الوحيدة خلال هذا اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلقد لنا حس بالشعور بالمسئولية ومنكون منظمين أكثر اليوم وأيضا عندنا أشياء لازم نتممها فبكون عندنا إصرار على إتمام بعض الأمور وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي أحد وخصوصا أفراد العائلة والمقربين لإلكم وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات حذروا من التصرفات العدائية وما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعاني من الإرهاق النفسي أو ممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح أو اتهامات أنت ما إلك علاقة فيها عليك أنك تضبط أعصابك وتدير الأمور بحكمة برج الثور بالنسبة للموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة وحدث عالي جدا تحسد عليه أهم شيء تكون أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة وبتقدر تعبر عن رأيك ولكن بدك تعبر عنه بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للغموض كون واضح باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك اليوم ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالسيارات أو بالاتصالات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم إشي خففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصلوا على تسوية أو تحلوا مسألة معينة كانت مأرقيتكم الأهم ابعد عن المسائلات المالية برضو اليوم بتفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء برر مواقفك واضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم بدون عصبية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشعونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن كونوا على حق مش على باطل وتفرض وجهة نظرك بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاق جديدة أو عمل جديد أو صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيدلك النشاط لحياتك اليومية واليوم أنت ملفت للانتباه حتى للجنس الآخر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب يعني بدنا لا يوم الاثنين صباح يوم الاثنين بدنا ندير بالنا مضبوط فعشان هيك بسيطر التعب علينا فحاولوا إنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسار أو الفشل أو المرض خلال هاي الفترة وبتفشل أعمالنا من حصد النجاح المرجو فعشان هيك يا بصير تأخير يا تأجيل يا تعطيل وبيخيب أمن لتأجيل أو إلغاء في اللحظة الأخيرة وأي شخص بيوعد بشيء اليوم ما رح يوفي فيه بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا فيه مناسبة سعيدة ولكن بتكون تجانبوا أي انتقاد ما تنتقدوا أي شخص اليوم ما بناسبك العمل لحالك لازم يكون العمل من ضمن مجموعة أو من زملاء أو من أهل أو من أصدقاء أو من رفيق طريق هو اللي بساعدك في هذا الموضوع أنت بحاجة اليوم للتحالفات ابتفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل ولكن نشاط الاجتماعي هو الطاغي رح يكون وعلاقاتك بأصدقاءك ومعارفك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهدكم اليوم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا عملهم أو بدهم ترقي أو ترفيع أو شهرة بيقدروا يستغلوا اليوم لإثبات جدارتهم ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك أو ما بيتعاون معك لأنه هذا الشيء رح يشكل لك بعض الاستفزازات لا تفقد السيطرة على أعصابك وما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع في بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد فبتكونوا أكثر صبرا أثناء قياة السيارة في الشوارع المفتوحة هذا بس نوع من أنواع التنبيه ولكن إجمالا اليوم عندك حركة واسعة ونشاط عالي جدا ونقاشات وحوارات حتى مع الأحباء بتعيش اليوم أجمل اللحظات وأكثرها حظا وبتختفي المنافسات والعدوات وبرضو بتسهل جميع تحركاتك أهمش إنك ما تقف ساكن وتحرك برضو اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير اليوم رح يبدعوا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاول إنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري أو الطالب بحقوق لا إلك قرض أو حتى ميراث مثلا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة اللي هي الشراكة مالية وعاطفية وعلاقتكم مع أزواجكم أو أحباكم فعشان هيك حاولوا انك تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بهدول الأشخاص هاي فترة شوي فيها بعض التوتر لأن القمر بما إنه مقابلك تماما فمعناته بعطيك إيجابية على اللي ذكرته ولكن طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك ممكن تتورط في أزم ما وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين من تحركاتك أو حاول أنك برضو ما توجه أي انتقاد لأي أحد بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم لأن القمر صار في بيت العمل والصحة فابدكوا تحذروا من تراكم العمل وحاولوا إنكوا تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقلوا لعمل آخر مش ذات أهمية حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وبرضو حاولوا قدر الإمكان إنه ما تدخلوا بأي خلاف أو مواجهة مع زملائكم أو زبائنكم بالعمل غير أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر لعملك تفادي لأي تأخير في الأعمال ومنكم أشخاص اليوم ممكن يبدأوا بعمل جديد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقربة من أحبائكم اليوم الأجواء والطاقة عالية جدا وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أحبائكم أبناء أو أحباء أباء كلها هاي بتجمع بشكل جيد وممكن يتمارس هواية معينة وبرضو اليوم رح يقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة ولتسوية أو للتعارف والارتباط نشاطات متنوعة وثقة بالنفس عالية وقدرة على استيعاب الأمور ممتاز جدا يعني تعتبر فترة إيجابية ودعمة لإلك بقوة عشان هيك لازم تستغلها بكل طاقتك وحاول إنك ما تخسر يعني ما تخلي الأمور اضطير من إذا خلال هدولا اليومين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر